اهلا ومرحبا بكم في قناتي هذا هو الدقيق الذي قمت بها بعد تحنتها ويبستها 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 نبشرها ويبستها 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 في الهاتف وبعد تطحنه أدريها كثيرا ويبستها ويبستها صحاب الحساسية الخبز هنا سلقتها سلقتها ويبستها ويبستها سواء نضيفها ويبستها نقشرها ويبستها سلقتها سلقتها ويبستها أكثر هدوك ويبستها 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 هذا الماء كامل كامل وهذا الماء يجب أن يقوم بحل الميزينة يقوم بحل يشرب الماء و يقوم بحل الميزينة هنا نريكم بأن ندرتها سميتها المانيوك مثلا في الكوديفور في البلجيك و يقوم بحل المانيوك و نأكلها عادي سواء ندرها في الماء أو لا ما ندرها مختلف نغطيبها نقشرها بأمريكا اللاتينية اسمتها يوكا لانجلي كاسافان تقشرها بحل البطاطة الحلوى و نقسم في البطاطة الحلوى و من بعد غصلتها و قطرتها و سميتها يكون فيها عمود اذا نقلعوه ونديروها طيب في الماء هاو المبارد من بعد غادي نديروها في الملح نديرو فيها شوية الملح ونخليوها الطيب هي تغلى غي هي تغلى بهادك يقدر يكون تسع دقائق وصافي ماشي بالزيف وغير حاديو فيها هكدا بالفرشات غادي غادي نديرو هكدا وهي تكون رطبا صافي ما نخليوها شطط طيب حتى تولي بحل البصارة لا غير هكدا صافي غير تكون شوية قصحة نديروها في الماء بارد نغسلها بما بارد باش ما تزيد شطط طيب ديالها ومن بعد انا كدرت لها كل واحدة كيف 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 يبغي ديرها أنا طحنتها من اللي طحنت هاي تولي عجينة من بعد عجينة نقدروا نضيف لها يدقيق ديالها كان عندنا بزاف يدقيق العادي ونضيف ونضيف حتى تقصح لنا العجينة تكون شوية رطبة ومن بعد رطبتها ودرت الفيديو كل شي درتها وزنها زي دقيق ومن بعد درت الفيديو ليكم وكل شي ولكنها وكل هوا كل هوا ما بغاوش يديرو ديتهم الواحد قلت له واش نقدر نعدلوها كلها اذا شريت واحد حتى ما ان شاء الله وها هو وعندي غادي نخليكم هنا رابط الفيديو كيف درت لهذا ولكن غي بالدخيق عادي سلام اشتركوا في القناة